لما شركة زي بايو جروب المستورد الرسمي الوحيد في مصر البايو ديرما ويورياج وإزيس ومستلة وبراندس تانية كتير تقرر انها هتعمل شركة مصرية في عالم الاسكن والهير كيل بمعايير عالمية اعرفوا ان احنا اكيد هنشوف عظمة درماكتب علامة تجارية نزلت السوق المصري من فترة قصيرة وخليني اقول لكم هي فعلا عاملة ضجة لان شكلها كأنه مستورت بالزبط الناس اهتمت بالباكتجين جدا فتحس ان المنتج مستورد وغير كده كمان اهتموا بالتسعير فالتسعير بالنسبة لنا كلنا افوردبل يعني اي حد يقدر يشتريه لانه فعلا مش غيلي والاهم بقى من ده كله ان المنتج يكون كويس المواد الفعالة اللي جوه الخمس مجميع الخاصة بدرماكتب فعلا حلوين قوي 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 بس عشان الموضوع دسم فانا هقسمه لكم على حلقتين الحلقة دي هنتكلم على مجموعتين وهي مجموعة الاكتي وايت ودي المجموعة الخاصة بالتفتيح المجموعة التانية اللي هنتكلم عليها هي الاكتي ريبير ودي المجموعة الخاصة بعادة حاجز البشرة المتضرر وحماية البشرة من اي التهاب فيه تلات مجموعة كمان هنتكلم عليهم في الحلقة الجاية مجموعة الاكتي كلير ودي المجموعة الخاصة بالبشرة الدهنية والمختلطة مجموعة متكملة للعناية بالبشرة الدهنية والمختلطة رابع مجموعة هي الترايكو اكت وديت المجموعة الخاصة بالشعر لإعادة حيويته ولو اي تلف حاصل فيه واخر مجموعة هي الاكتي سويلر ودي طبعا السام بلوكس زي ما احنا عارفين اعمله بقى كوباية قهوة حلوة كده ويلا بينا نشرح اول مجموعة وهي ديرماكتف اكتي وايت الخاصة بتفتيح البشر اكتر الحاجات اللي عجبيني في براند ديرماكتف هي ان الويب سايت شرح كل حاجة تقريبا خليني اقول لكم اول مجموعة وهي الاكتي وايت بتتكون من الغسول السيرم الكريم الاي كونتور واخيرا البادي ملك من اهم المواد الفعالة اللي جواه مجموعة اكتي وايت هي الترانيكزيميك اسد وطبعا معروف اهميته بالنسبة لتفتيح البقعة الداكنة خليني اقول لكم ان ده طبع روتين مثالي لنظارة البشرة والتخلص من فرط التصبغ والاسمرار بنشوف النتائج ملحوظة خلال اول شهر في الاستخدام يعني خلال 30 يوم وهو مناسب لجميع انواع البشرة حتى البشرة الحساسة وبيساعد في توحيد اللون اول منتج في المجموعة اكيد هيكون الغسول والغسول مستو ان هو خالي من الصابون ومناسب للبشرة الحساسة بنستخدمه مرة الصبح ومرة بالليل وبرضو خليني اقول لكم ان هو بيسيب البشرة فعلا مترطبة وهو غني بالمضادات الاكسادة فبيدي نظارة فورية تاني منتج في مجموعة الاكتي وايت هو اكوركتنج سيرام او سيرام توحيد اللون نتائجه بتبان خلال اول شهر في الاستخدام ومناسب لكل انواع البشرة وخليني اقول لكم ان هو بنستخدمه مرة واحدة بس بالليل سعره 239 جنيه وهو 30 ملي المميز بقى اللي في تركيبته ان هو غني بفيتامين سي مش بس كده حطين معاه فريوليك اسد اللي بيساعد على امتصاص فيتامين سي بنسبة كبيرة ومش بس كده كمان جواه ازليك اسد اللي بيمنع التصبغات جواه نياسينا ميت جواه فيتامين اي جواه كمية حاجات فعلا ممكن تفتح البشرة في فترة قليلة جدا وهنحس فيها بالفرق ثالث منتج في مجموعة الاكتي وايت هو الكريم المخصص لازالة البقع البنية وتصبغات البشرة الكريم غني بمستخلص سمغ النحل فبيعالج اي التهابات ده غير ان جواه فيتامين بي 3 برضو لتفتيح البشرة وعلاج الالتهابات بنستخدمه مرتين في اليوم مرة الصبح ومرة بالليل سعره 299 وهو 50 ملي وده يعتبر سعر كويس جدا وخليني اقول لكم ان هو غني بفيتامين سي بتقنية استثنائية عشان تخلي امتصاصه 1000 مرة اعلى من اي فيتامين سي تاني غير طبعا ان هو امن على البشرة وعلى الجسم وغني بكمية مواد فعالة فعلا بتعمل على تفتيح البشرة بامان حين المجموعة تبقى كاملة فعلا عمله الجل لمحيط العين 4 في 1 والجميل اللي فيه ان هو بيقلل التجعيد بيعالج انتفاخ العين بيزيل الهالات السودة وكمان بيرطب محيط العين لانه غني بالكولاجين بتقنية جديدة اسمها كولا ليفت 18 وده بتحفز الجلاجين في جميع طبقات الجلد وكمان غني بالكفايين اللي هو بيعمل على انه مضاد للهالات وبيساعد على تفتيح المنطقة اللي تحت العين لينا نقول ان هو بنستخدمه مرتين في اليوم ومناسب حتى للبشرة الحساسة هو 15 ملي ب189 جنيه اظن الفترة الجاية تقريبا كلنا هنجربه لانه سعر كويس جدا وحجمه كمان كويس واخيرا البودي ملك او اللوشن المخصص للجسم بفعالية مزدوجة بيقلل التصبغات وكمان بيرطب البشرة ومناسب ان احنا نستخدمه في المناطق الحساسة ومنستخدمه مرة او مرتين في اليوم سعره 229 جنيه وهو 229 ملي وده يعتبر حجم حلوة قوي الجميل اللي فيه انه غني بالشياة بتر فبيخلي ملمس جلدك ناعم فعلا لان احنا عارفين فوائد زبتة الشياة بالنسبة للجلد غير كده كمان هو مش مخصص للتفتيح بس لأ اللي كمان لترطيب البشرة وخلينا اقول لكم ان هو مضادات للالتهاب ومضادات للأكسادة وامتصاصه سريع وقوامه خفيف جدا وغير لازك غني بفيتامين بي 3 عشان يعمل على علاج الالتهابات وكمان تفتيح البشرة ودلوقتي بعد ما خلصنا مجموعة التفتيح الاكتي وايت هندخل في المجموعة التانية اللي هي الاكتي ريبير ودي خاصة باعادة حيوية البشرة واصلاح حاجز البشرة لو فيه اي ضرر زي ما هنشوف دلوقتي وقت الدرماكت في الاكتي ريبير بتتكون من منتج واحد بس وهو السيكا كريم وطبعا احنا عارفين اهمية كريمات السيكا في اعادة بناء حاجز البشرة زي ما احنا شايفين هو 50 ميلي وسعره 159 جنيه بس ودي تعتبر حاجة كويسة قوي لان الفطرة اللي فاتت كل كريمات السيكا تقريبا كانت نقصة وفعلا هي من الحاجات اللي بتفرق في عناية بالحاجز البشرة خليني اقول لكم كمان ان الكريم ده متعدد الاستخدام بيسرع عملية التقام اي جروح سواء في الوجهة او في الجسم قوامه خفيف وغير لازك بنستخدمه مرتين في اليوم الترتيبة جواها احماض امينية كتير قوي بتساعد على تجديد الخلية في البشرة وطبعا تحفيز الكولاجين واللاستين مضاد للكدمات والالتهابات وساعات بيسكن القلم لو القلم خفيف طبعا بسبب كدمة وبيقلل الشعور بالحكة لو احنا حاسين ان في اي نوع من انواع الهرش على جلدنا تركبته فريدة وغنية بزيود طبيعية مرتبة زي زيت بزور العنب ومستخلص الشاي الاخضر زيت الججوبة ومستخلص الصبار وكمان زيت جوز الهند وعشان انا عارف انه اكيد هتسألوا هل كريم السيكة ده وتجواه سنتل لأثياتك زي بقية كريمات السيكة الاجابة هي لا وبعد ما خلصنا المجموعة التانية خليني اقولكم ان احنا هنتكلم على ودي مجموعة مخصصة للعنية بالبشرة الدهنية والمختلطة وكمان هنتكلم على الترايكو اكت ولكن ده مجموعة مخصصة للشعر زي ما قلنا لإعادة بنائه بس في الحلقة الجاية ما تنسونيش بقى في الحلقة دي في اللايك والسبسكريب والشير واكتبوني في الكومنس لو حد عنده اي فيدباك جرب حاجة درماكتف لان هي فعلا جدا ووعيدة جدا ان هي تبقى عائلة مختلف في المنتجات المصرية او هيدخلونا باب العالمية بان احنا فعلا نشوف منتج مصري مختلف عن اي حاجة شفناها قبل كده وشوفكم في الحلقة الجاية